بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دراسة الاشتقاقية لدالة عددية والتفسير البياني لها أنصح به شعبات العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي وشعبات سير للسنة الثانية والثالثة ثانوي حيث قال F دالة عددية معرفة على R بالعبارة F لإكس تسعين القيمة المطلقة لإكس مربع ناقص واحد واحد قال أدرس قابلية اشتقاق الدالة F عند العددين ناقص واحد وواحد وفسر النتائج هندسيا ثانيا قال C F المنحنة البياني للدالة F الممثل في معلم متعامل ومتجنس أكيد OEG قال انطلاقا من منحنة الدالة المربع لهو الإكس مربع أرسم C F إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبناء لاحظوا قال أدرس قابلية اشتقاق الدالة F عند العددين ناقص واحد وواحد وفسر نتائج هندسيا قبل كل شيء قبل أن نتحدث عن اشتقاقية نلاحظ الآن إلى عبارة الدالة F بما أن العبارة هذه متعلقة بأمر اسمه القيمة المطلقة علينا أن نكتب دائما هذا الأمر لما يتعلق الأمر بأمور الاشتقاقية أو دراسة الدالة تحتوي على القيمة المطلقة أول شيء نكتب العبارة بدون رمز القيمة المطلقة إذن أول شيء عليكم أن تكونوا على دراية به هو كتابة الدالة أو F ل X بدون رمز القيمة المطلقة دائما يا أبنائي أنصحكم لما فيه مرات ما يسأل هذا السؤال أكتب العبارة بدون رمز القيمة المطلقة وإذا لم يسأل وتعلق الأمر بدراسة الدالة تحتوي على القيمة المطلقة أو قابلية الاشتقاق كذلك عليكم هنا بحثف ما نسميه القيمة المطلقة تصبح لنا هكذا ركزوا جيدا F ل X تساوي هكذا تصبح لها عبارتان كيف تقول القاعدة هنا نحن نملك هذا الأمر أنه X مربع ناقص واحد هكذا الكل بالقيمة المطلقة كيف نفعل أبنائي تقول القاعدة هكذا نضع جدول إشارة العبارة التي داخل القيمة المطلقة هذه من الشروط إذن هنا عندنا X من ناقص ما لا نهاية عندنا هنا الزائد ما لا نهاية عندنا X مربع ناقص واحد لو نأتي الآن نبحث عليها أنت نعديم X مربع ناقص واحد نجعلها تساوي السور أنقل إلى هذا إلى الطرف الأخر صبح لنا X مربع يساوينا واحد ومنه X إما يساوينا ناقص واحد وإما واحد إذن تصبح لنا هكذا أركز أرجوكم هكذا تصبح الآن عندنا تقول القاعدة هنا من هنا هنا نفس وهنا عكس عكس ماذا؟ العدد المضروف في X مربع العدد المضروف في X مربع إنه الواحد إذن تصبح لنا هنا زائد زائد وهنا ناقص ها هو العدد الذي أقصده الآن ما معنى؟ معنى تصبح لنا العبارة هكذا أركز أرجوكم إذا أدخلنا القيمة المطلقة وهي X مربع ناقص واحد هكذا إذن هنا أكيد سوف تصبح نعم تنعدم وهنا تنعدم فتقول القاعدة هنا في هذه الأمكنة وفي هذه الأمكنة العبارة تضرب هذه أقصد هذه العبارة تضرب في زائد بما أنها تضرب في زائد فلا يحدث شيء فتبقى لنا هي X مربع ناقص واحد وهنا X مربع ناقص واحد لماذا؟ هذا هي معنى القيمة المطلقة معناه هنا في هذا المجال وهذا المجال هذه العبارة هذه التي أريكم إياها تضرب في زائد فتبقى هي هي يعني تنزع لها القيمة المطلقة أما في هذا المجال من ناقص واحد إلى واحد نضربها في ناقص معنى هذه القيمة نضربها في ناقص ماذا تصبح لكم؟ أكيد الأكل تصبح لنا واحد ناقص x مربع نعم لأن هذا لما يضربه في النقص صبح ناقص x مربع وهذا لما يضربه في النقص صبح لنا زائد واحد قالبتها أنا لأن الجمعة مالتبدي تصبح لنا واحد ناقص x مربع الآن كيف تصبح عبارة الدلة تصبح لنا هكذا معنا هنا x هكذا x مربع ناقص واحد إذا كان x ينتمي لاحظوا جيدا x ينتمي إلى المجال من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد اتحاد من الواحد إلى غير الزائد ما لا نهاية يقول أحدكم لماذا؟ ها هي من هنا من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا العبارة أليس هي هذه وهذه نعم والآن من هنا إلى هنا يعني من ناقص واحد إلى واحد كيف أصبحت العبارة؟ أصبحت لنا هي واحد ناقص إكس مربع في أي شرط أنه إكس كان ينتمي من ناقص واحد إلى غاية الواحد فقط الآن ها قد كتبت الآن العبارة بدون رمز القيمة المطلقة لما تكتب العبارة بدون رمز القيمة المطلقة الآن ننطلق في عملية دراسة الاشتقاقية أما إن لم تكتب العبارة فلا يمكن يعني تسبح لأن هذه من شروط القيمة المطلقة أنه في الاشتقاقية يجب أن تنزع وتكتب العبارة بدون رمز القيمة المطلقة الآن بعدما أكملنا مع هذا ننطلق الآن في دراسة الاشتقاقية إذن ننطلق أولا نأتي بالعبارة ها هي نحتاجها وننطلق رويدا رويدا وانتبهوا معي أرجوكم الآن لاحظوا إذن نأتي هكذا ونكتب دراسة الاشتقاقية عندما ذا عندها الواحد أولا ننطلق بناقس واحد ركزوا أرجوكم تصبح لنا هكذا قانون العام للاشتقاقية وهو limit f لx ناقس f في مثالنا هذا f لناقس واحد على x ناقس واحد تصبح لنا زائد واحد لماذا؟ لأن تصبح لنا x ناقس x0 تصبح لنا x ناقس ناقس واحد تصبح لنا زائد واحد لما الـ x يقول إلى ناقس واحد بقيام أقل تصبح تسوي أولا علينا أن نحسب f لناقس واحد تعالوا الآن نعوذ هنا بناقس واحد وهنا بنقس واحد ماذا تعطي لكم؟ تعطي لكم سفر إذن f لناقس واحد تعطي لنا سفر إذن احفظوا هذه f لناقس واحد أعطت لنا سفر وaf كذلك لواحد أعطت لنا سفر لأننا لاحظنا ذلك عوذوا هنا كذلك بالواحد لأننا واحد مربع هو واحد ناقس واحد تصبح لنا سفر تصبح لنا تساوينا ماذا؟ تساوي limit الآن نحن نعمل بقيام أقل بقيام أقل أي عبارة نتخذ؟ نتخذ العبارة الثانية أم العبارة نتخذ العبارة الأولى لأذا انظروا الناقص واحد في هذه الجهة الناقص واحد في هذه الجهة أرجوكم أما هنا الناقص واحد انظروا في هذه الجهة يعني المجال هكذا ومن هنا المجال هكذا احتدفموا جيدا تصبح لنا ماذا تصبح لنا اكس مربع ناقص واحد ناقص آث لناقص واحد قلنا ناقص صفر على x زائد 1 لما x يقول إلى ناقص 1 بقيام أقل قلنا نأخذ هذه العبارة أرجوكم أفهموا لماذا لأن ناقص 1 لاحظ إلى رمز المجال يأخذه إلى هذا الاتجاه أما يأخذه هذا إلى هذا الاتجاه لاحظوا هنا فماذا ينتج تصبح لنا تساوي لميت لو نعود تعويض مباشر أكيد سوف نجد صفر على صفر فنفكر في شيء اسمه الاختزال فنقوم بتحليل العبارة التي في البسط وهي من درجة متطابقة من رقم ثلاثة وهي a مربع ناقص بمربع أليس هذا يصبح لنا x ناقص 1 في x زائد 1 نعم على x زائد 1 الموجود في المقام لما x يقول إلى ناقص 1 بقيام أقل تصبح تساوي هذا يذهب مع هذا تصبح لنا لميت x ناقص 1 لما x يقول إلى الناقص 1 بقيام أقل نعوذ الآن هنا بالناقص 1 تصبح لنا ناقص 1 وناقص 1 إنها ناقص 2 إذا لاحظوا الاشتقاقية على يسار الناقص 1 هذه على اليسار هنا بما أننا وجدنا أن هذه أعطت لنا آل يعني هذه العبارة التي وجدناها قيمة منتهية انظروا ها هي لأننا لم نجد مالة نهاية لو وجدنا هنا مالة نهاية أو هنا المالة لنقول الدلغير قابل الاشتقاق على يسار أو على يسار من العدد النقص 1 لكن هنا وجدناها قيمة منتهية فنقول هكذا الدلغير F كيف هي قابلة للاشتقاق على عند عند الو ناقص 1 من اليسار لاحظوا وتفسير البيان ننطلق الآن إلى التفسير البيان ركزوا سوف نترك هذا الأمر ثم نبحث عن تفسير البيان إنه نأتي الآن عند ناقص 1 بقيام أكبر نأتي كذلك لنحسب نقول limit F لX عندنا X يأول إلى ناقص 1 الآن بقيام أكبر بقيام أكبر انظروا يا أبنين أخذ هذه العبارة حتى نفهم جيدا ليه 1 ناقص X مربع على X ناقص ناقص 1 تساوي limit ما رأيكم في البسط أن نستخرج من هنا ناقص لأن هنا في القصل عندنا زائد الزائد يمكن أن نقسمه إلى ناقص سبع لنا ناقص رحضوا جيدا سبع لنا X مربع ناقص 1 على X زائد 1 لما X يأول إلى الناقص 1 بقيام أكبر يقول لحدكم هنا لم أفهم يا أبنين استخرج من هنا ناقص ومن هنا ناقص تبقى لكم هنا ناقص وهنا تذهب الناقص تذهب الناقص هذا لم أفعل إذن أعيد لنصر تصبح لنا ناقص X مربع زائد 1 هو نفس الشيء الآن بعدها ماذا يحدث إذن تصبح تساوي لنا لميت ناقص في X زائد 1 في X ناقص 1 لأن هذه متطابقة الشهيرة رقم 3 على X زائد 1 لما X يأول إلى ناقص 1 بقيام أكبر فيذهب هذا مع هذا تصبح لنا تساوي للميت ونفتع قوس ناقص X ناقص 1 لما X يأول إلى ناقص 1 قلت ناقص 1 بقيام أكبر عوض لما تصبح لنا ناقص 1 وناقص 1 ناقص 2 إذن أعطت لنا زائد 2 إنها قيمة كيف هي إنها قيمة منتهية بما أن القيمة قيمة منتهية فنقول الدال كذلك الدال كيف هي قابلة للاشتقاق عند ماذا عند الناقص 1 من اليمين الآن هل الدال قابل الاشتقاق عند الناقص 1 أم لا لكن لكن عندنا الناقص 2 لا تساوي ماذا لا تساوي الناقص الاثنان انظروا هنا كم وجدنا الاثنان وهنا الناقص 2 إذن بما أن لم نجد نفس النهاية اللي هي هذه آل فماذا نقول أبنائي نقول الدال اسمعوا جيدا نقول الدال آف غير قابلة للاشتقاق عند ماذا عند العدد من هو والناقص واحد هذا الأمر الأول الآن ما هو التفسير البياني والتفسير البياني الذي علينا أن نكون على دراية به يا أبنائي ركزوا أرجوكم حتى تعلموا نقول التفسير البياني التفسير البياني لأن هذا أمر مهم بما أن الدال لهذه هنا تصبح لنا هكذا معناه ف فتح لي الناقص واحد بجهة معناه اليسرى اللي هي غوش لا تساوي فتح لناقص واحد من جهة الذروات اللي هي من الجهة اليمين واليسار لماذا لأن نقول ناقص اثنان لا يساوي ناقص لا يساوي الاثنان هذا الأمر الأول أركز أرجوكم الآن نقول ومنحناها البياني يقبل ماذا يقبل نصفي مماسين هكذا نصفين مماسين معادلة كل واحد منهما هي هذا هو الأمر المهم التفسير الهندسي هو أن الدالة تقبل نصفي مماسين ما نسمي في الأمور الهندسية النقطة الزاوية معناه يأتيكم مثلا هكذا هذه نقطة تسمى نقطة زاوية في التفسير البيانية ركزوا جيدا الآن ما علينا إلا إيجاد معادلة كل مماس إذا سمينا تي واحد هذا تي واحد لما ماذا لاحظوا جيدا لما يكون عندنا المشتقة هذه وجدناها كم هنا بقيام أكبر بقيام أقل معناه إكس يقول إلى ناقص واحد بقيام كيف هي بقيام أقل هكذا اسمعوا بقيام أقل سبحانا إيجراج يسللنا F فتحة لناقص واحد اللي هي غوش في إكس ناقص ناقص واحد لتصبح لنا زائد واحد زائد F لناقص واحد لم أفعل شيء أنا أطبق فقط تصبح لنا إيجراج يسوي هذه كم وجدناها ها هي أمامكم هل هذه لا نعود إنها هذه إنها ناقص إثنان لأن قلنا بقيام أقل ها هي بقيام أقل أو هنا يمكن كذلك أن نكتب هنا ننزع هذا رمز ونقول هنا إكس إكس أقل أو يسوي ناقص واحد هكذا حتى نفهم جيدا أبناء أرجوكم فتصبح لنا هنا ماذا تصبح لنا ناقص إثنان في إكس زائد واحد وهذه عوضناها وجدناها كم سفر يعني زائد سفر فتصبح لنا إيجراج يسوي ناقص إثنان إكس ناقص إثنان هذا إذن لاحظوا ماذا يحدث كذلك تصبح لنا تي لما هنا عندنا إكس أكبر أو يسوي ناقص واحد كذلك تصبح لنا إيجراج يسوي لنا ماذا ها هي الآن العدد المشتق كم وجدناه انظروا إنه الإثنان في إكس زائد واحد زائد أف لناقص واحد تصبح لنا إيجراج يسوي هنا علينا كذلك أن نقوم بعملية النشرة تصبح لنا إثنان إكس زائد إثنان هذه هي معادلة ماذا إذا سميناه هذا إثنان معادلة المماس عند الناقص واحد بقيم أكبر ولكن هذه كيف نصف مماس حتى نفهم جيدا الفكرة بعدما أنهينا مع الجزء هذا الاشتقاق عند الناقص واحد نأتي الآن إلى دراسة الاشتقاق هي الآن عند الواحد كذلك بنفس الخطة لاحظوا جيدا هنا كذلك نقول هكذا أركز أرجوكم حتى تعلموا إلى هذه الغاز تصبح لنا limit أف لإكس أولا قلنا إكس يقول إلى الواحد الآن إلى واحد بقيم أقل بقيم أقل أكيد ها هو الواحد بقيم أقل معنى هذه العبارة تصبح لنا كم واحد ناقص إكس مربع على إكس ناقص واحد لأن قلنا العدد المشتق أو الاشتقائية أف لإكس ناقص أف لإكس صفر على إكس ناقص إكس صفر إكس صفر ها هو وضعه هنا تصبح لنا ناقص واحد لأن الزائد واحد كانت ناقص ناقص واحد تصبح لنا تساوي limit نستخرج ناقص نصبح لنا إكس مربع ناقص واحد على إكس ناقص واحد لما إكس يقول إلى الواحد بقيم أقل تصبح تساوي نحل إلى الآن كذلك نصبح لنا ناقص في إكس ناقص واحد في إكس زائد واحد هكذا على إكس ناقص واحد لما إكس يقول إلى الواحد بقيم أقل هذا يذهب وهذا يذهب نصبح لنا limit ناقص ثم x زائد 1 لما x يقول إلى الواحد بقيم أقل نعوذ هنا تصبح لكم هنا 2 والناقص التي سبقت به تصبح ماذا تساوينا؟ تساوينا ماذا؟ تصبح لنا ناقص 2 لأننا نعوذ هنا نجد 2 والناقص نصبح لنا ناقص 2 إذن بما أن هذه القيمة تنتمي إلى R يعني قيمة منتهية ماذا نقول؟ نقول كذلك الدالة F قابلة للاشتقاق عند الواحد من اليسار لأنها قيمة منتهية نأتي الآن لنحسب النهاية كذلك عند الواحد من اليمين لها ليس النهاية الاشتقاق يعني معناها limit العبارة أكيد تصبح لنا الآن هذه لأننا ننظر الواحد في هذه الجهة تصبح لنا ماذا؟ X مربع ناقص واحد على X ناقص واحد لما X يؤول إلى الواحد بقيم أكبر هنا كذلك نقوم بشيء اسمه التحليل هي limit متطابقة شهاية رقمة ثلاثة تصبح هنا X ناقص واحد في X زائد واحد على X ناقص واحد لما X يؤول إلى الواحد بقيم أكبر يذهب هذا وهذا تصبح لكم limit تركزوا جيدا X زائد واحد لما X يؤول إلى الواحد بقيم أكبر وجدناها لما نعوذ هنا واحد وواحد تصبح لنا كم؟ تصبح لنا القيمة كم أبنائي؟ إنها الاثنان والاثنان عدد حقيقي ماذا نقول؟ نقول الدالة كيف الدالة F قابلة للاشتقاق عند العدد واحد من اليمين هل تقبلوا الآن اشتقاق عند الواحد بالضبط؟ لا لأن عندنا الناقص اثنان وعندنا الاثنان إذن ماذا نقول؟ نقول هكذا نقول الدالة بما أنها عندنا F فتحة لواحد من الدروات لا تساوي F فتحة لمن؟ للقوش للواحد دائما لماذا؟ لأن الناقص هذه من الدروات وجدناها كم؟ وجدناها اثنان ومن الجهة اليسرى وجدناها الناقص اثنان نقول الدالة F غير قابلة للاشتقاق عند العدد الذي اسمه واحد الآن ما هو التفسير البياني؟ التفسير البياني نأتي الآن كذلك إلى شيء اسمه التفسيرات البيانية نلاحظ جيدا الآن في التفسيرات البيانية نكتب هنا التفسير البياني إذن التفسير البياني نقول C F ماذا؟ يقبل نصفي نصفي مماسين إذا وجدناهم إذن T واحد فتحة و T اثنان فتحة T واحد فتحة إذا كان X ماذا؟ أقل أو يساوينا الواحد فماذا؟ تصبح لنا نصبح لنا T فتحة واحد يصبح يساوينا Y في F فتحة لواحد F فتحة لواحد من جهة القرش في X ناقص واحد زائد F لواحد معدلة المماس التي نعهدها Y يصبح ها هي بقيم أقل إنها ناقص إثنان في X ناقص واحد زائد هذه دائما وقلنا حسبناها في الأول أنها وجدناها صفر تصبح لنا Y يساوينا ناقص إثنان X زائد ماذا؟ زائد إثنان ها هي أمكم كذلك معدلة المماس الثاني لما X يكون أكبر أو يساوي واحد تصبح لنا Y يساوي F فتحة لمن للواحد من الجهة اليمنى في X ناقص واحد زائد F لمن لواحد Y يساوي هذه ها هي قيمتها إنها إثنان في X زائد واحد زائد F لواحد وجدناها صفر تصبح لنا Y هذا معدلة هذا المماس اسمه حتى نكون T فتح إثنان هكذا يساوي إثنان X زائد إثنان ها هي فقط أبنائي لاحظتم؟ إذن هذه هي التفسيرات البيانية الدلة إذا لم تقبل الاشتقاق عند عدد فنقول أنها تقبل نصفي مماس يا أبنائي لكن بحيث تكون تقبل الاشتقاق من اليمين وتقبل الاشتقاق من اليسار وفي تلك النقطة في عد ذاتي الواحد لا تقبل الاشتقاق ما هي النقطة؟ لهي النقطة ذات إحداثيات إذا سميناها A لهي الواحد وماذا؟ والصفر والتي قبلها كانت هي النقطة إذا سميناها A فتحة لهي ماذا؟ لهي الناقص واحد والصفر لأن الصورة دائما وجدناها صفر انظروا ها هي أمامكم الصورة وجدناها كم؟ وجدناها قلت صفر فقط أبنائي بعد ما أنهينا مع هذا السؤال أبنائي نأتي الآن إلى السؤال الرسم قال انطلاقا من دالة مربع أولا ما هي الدالة مربع؟ الدالة مربع اللي هي ها هي يا أبنائي أرجوكم انتبهوا أرجوكم إذن الدالة مربع إذا قلنا ها هي الدالة مربع لاحظوا جيدا إذن ها هو رسم الدالة مربع انظروا ها هو معروف هكذا وهكذا الزي درستمه في السنة الأولى كأمور تقريبية إذن هذا منحنا الدالة مربع اللي هو الoses مربع لكن نحن عندنا العبرة ما هي أن F ل X ركزوا جيدا تساوينا القيمة المطلقة ل X مربع ناقص واحد أولا أن المنحنة أن هذه القيمة مهما كان هي أكبر أو تساوي 0 لماذا؟ لأن قيمة داخل القيمة المطلقة معروفة أنها تكون دائما أكبر من 0 أي هنا C F الأمر الأول يقع فوق محور الفواصل هذا هو الشرط الأول لكن تعالوا الآن إذا جئنا نحن عندنا هنا X مربع ناقص واحد X مربع ناقص واحد معناه هذا يرسم انقلاقا بوسطة انسحاب إذن هذه العبارة هذه العبارة ترسم بوسطة انسحاب شعاعه V ذو المركبات 0 و ناقص واحد معناه هذا الذي تلاحظنا هنا هذا يا أبنائي سوف نقوم بماذا؟ بسحبه نحو الأسفل فيصبح لكم في هذا المكان نركزوا أرجوكم هنا و يرسم هكذا و يبدأوا بالسرود حتى تفهموا جيدا هكذا لاحظوا أرجوكم حتى تكون أمورنا جد واضحة هكذا يا أبنائي هكذا و عندنا كذلك من هنا هكذا ماذا فعلت؟ لم أفعل شيء إنما هذا قمت بسحبه نحو الأسفل هذا الأمر الأول حتى تفهموا جيدا هذا و نحن قلنا أن CF يقع فوق محور الفواصل معناه راحظوا و انتبهوا معي معناه هذا الجزء الذي يكون فوق محور الفواصل يبقى ينطبق على CF أما الجزء السفلي هذا فيناظر بالنسبة إلى محور الفواصل هكذا يقول أحدكم لم أفهم انظروا X مربع ناقس واحد ها هو منحنها البين هو هذا الذي راصمته باللون الأزرق و نحن قلنا أن منحن الدال يقع فوق محور الفواصل كيف؟ الذي كان فوق محور الفواصل يبقى هوه لأن قيمة مجابة وهذه قيمة مجابة أما هذا الجزء هذا الجزء يا ابناء يناظر بالنسبة إلى هذا المحور و يصبح منحن الدال F هو هذا الذي رسم باللون الأخضر لماذا؟ ألم نقول أن F لX هذه أنها مرة تساوي لنا هكذا X مربع ناقس واحد في ماذا؟ في الجزء الذي قلنا أن X يكون من ناقس ملا نهاية إلى ناقس واحد اتحاد من ناقس واحد إلى زائد ما نعم أرجعوا الفيديو و قلنا تساوينا واحد ناقس X مربع يعني كأنما هذه هي نفسها ناقس في X مربع ناقس واحد يعني ضربت في ناقس في المجال من ناقس واحد إلى الواحد هذه هي خوص القيمة المطلقة حتى تتفهمون جيداً الآن هذا هو الرسم الصحيح لهذه الدالة F هنا استعملنا أولاً إنسهاب لمنحنة الدالة مربع ثم هذا لما نزل إلى هنا أصبح هذا هو المنحنة وأصبحت تلك الممسات التي أعطيت لنا ها هو ممس ها هو نسب ممس ها هو و عندنا الآخر ها هو انظروا جيداً ها هو النسب ممس ثاني و عندنا النسب ممس ثالث ها هو و عندنا النسب ممس الرابع ها هو احتدت فهمهم جيداً كلهم قد وضعتهم هنا هكذا إذا سميت هذا ألم نسميه يا أبناء تي كم فتحة لإثنان وهذا سميته هذا سميته تي واحد فتحة وهذا تي واحد وهذا سميته تي إثنان ها هم أمامكم بعدما قمت الآن ارسموهم يعني بأن ما نسميه الجدول المساعد لكن يقول حدكم هل نرسموه إلى هكذا قلنا نسمى ممس ليس ممس معناه يكفيك أن ترسموه من هذا الجزء هكذا وهذه النقطة الدلالة لا تقبل عندها الاشتقاق فهي نقطة اسمها نقطة زاوية فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم ألا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على الأم الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة